العب والعم إرشادي ثانوي معلوش عب محدش قال له اتفضلوا على جنب الطالب محدش قال له انت لا تتعلم فهنا لابد اني نعرف ان عندنا أبناءنا على قدر من الوعي وعلى قدر من المسهولية وإحنا بنرشدهم ونوجههم ومنتباحهم من بعد وبيهدوء وبيهدوء وبدون عصبية حتى يتعلم يكتسب المتعلم ويتعلم ويتغير خلينا نتوجه بقى مع حضرتك انتوا المدرسين ونوجه نصائح للطلاب بعد إذنك دكتور حسن توجه نصيحة للطلاب ازاي يعني ازاي يذكروا بطريقة كويسة دلوقتي فيه أصبح فيه أكتر من منصة إلكترونية بنك المعرفة ومدرستنا واحد ومدرستنا اتنين واسأل المعلم والمكتبة الإلكترونية يعني بقى فيه عدد كبير من المنصات ايه نصيحة حضرتك علشان الطالب يذكر كويس ويقدر يتابع على كل ده من غير ما يتوتر ويحصل علميا يعني الحد الأقصى الحقيقة الطالب لابد ان يعرف امتى انا ابني في ثالثة سنوية او بنتي بتبقى عارفة امتى البرامج التعليمية التلفزيونية موجودة كيميا الساعة كام جغرافيا الساعة كام عرب الساعة كام من وإلى ويمكن ممكن انا اسجل ممكن انا كطالب اسجل الكلام اللي بسمعه في التلفزيون او اللي بشوفه اسجله فيديو اسمعه تاني وتاني نمر اثنين ان ابو بص بنك المعرفة بنك المعرفة بوضوح جدا كما قال الدكتور طارق شوقي وده نقرن عنه ان بنك المعرفة فيه الاسئلة بتاعت الامتحانات فيه عنماط الاسئلة في الفهم ما فيش تذكر فيه فهم وتطبيق وتحليل وتنكيب وتقويم كل المستويات العقلية العليا هي اللي بنقدمها للمتعلمين في عملية التعلم لكن التذكر مش موجود فانا دور المتعلم ان يعرف الوقت بتاع اذاعة البرامج ان يعرف كيف يسجل وكيف يعني يحتفظ بهذه المادة العلمية عشان يتجاوم معها في اوقات تانية ان يعرف ايه السئلة اللي هوجهها للمعلمين اما يذهب الى المدرسة